في كل عصر من العصور يهيئ الله لهذه الأمة من العلماء والدعاء من يجددون الدين ويدعون إليه بالحجة والبيان وينفون عنه تحريف المبطلين ومن العلماء الذين شهد لهم القاصي والداني في عصرنا الإمام المجدد العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن باز رحمه الله ولد بن باز في الرياض في الثاني عشر من ذي الحجة سنة 1330 للهجرة نشأ الشيخ يتيما ولما فقد بصره دعت له أمه أن يعوضه الله بالبصيرة وأن يرزقه علما ينفع به المسلمين فاستجاب الله دعاءها حفظ القرآن في طفولته وتلقى العلم عن علماء أجلاء منهم الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ والشيخ سعد بن حمد بن عتيق قاضي الرياض والشيخ حمد بن فارس وكيل بيت المال بالرياض والشيخ سعد وقاص البخاري والشيخ محمد بن إبراهيم مفت المملكة والعلامة الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان برع الشيخ رحمه الله في العلم والدعوة حتى صار إمامه وتقلد كثيرا من المناصب العلمية والدعوية من أبرزها منصب المفت العام للمملكة العربية السعودية ورئيس المجمع الفقهي بمكة المكرمة ورئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة كان رحمه الله شديد الاجتهاد في الدعوة إلى السنة بالحكمة والموعظة الحسنة والتحذير من البدع والانحرافات العقدية والأخلاقية وله مؤلفات كثيرة منها الدروس المهمة لعامة الأمة العقيدة الصحيحة وما يضادها شرح ثلاثة الأصول الإفهام في شرح عمدة الأحكام كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة الفوائد الجلية في المباحث الفرضية تحفة الأخيار في الأدعية والأذكار الغزو الفكري ووسائله الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاء أوجوب لزوم السنة والحذر من البدعة بالإضافة إلى تراث ضخم من الفتاوى الصوتية والمكتوبة تتلمذ له كبار العلماء كالشيخ محمد بن صالح العثيمين والشيخ صالح الفوزان والشيخ بكر أبو زيد وسماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ تميز ابن باز بمكارم الأخلاق كالحياء والكرم والتواضع والحلم والرحمة والرفق والتسامح مع الزهد في الدنيا رغم مناصبه العظيمة وكان شديد الاهتمام بقضايا المسلمين في كل أنحاء العالم شهد له علماء عصره بالفضل والعلم فقال عنه الألباني هو مجدد هذا القرن وقال الشيخ محمد السبيل هو إمام أهل السنة في زمانه وقال عبد الرزاق عفيفي ابن باز من بقايا العلماء الأولين القدامى في علمه وأخلاقه ونشاطه توفي سماحة الشيخ في الطائف قبيل فجر الخميس السابع والعشرين من شهر الله المحرم سنة ألف وأربعمائة وعشرين وصلي عليه بالحرم المكي ودفن بمكة فرحمه الله رحمة واسعة وجزاه عن المسلمين خير الجزاء